اشتركوا في القناة وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي وللعامين الحالي والمقبل إلى ما تعزو أو تعزين سبب التخفير تفضلي أهلا بك بالنسبة بأن فعل الأسباب المرتبطة بخفض تلك التوقعات لنمو الاقتصاد الأمريكي وهي بسبب تباطع النشاطات الاقتصادية بفعل توجه الاحتياطي الفدرالي بخفض تحفيزاته بمثل تقليص برنامج شراء السندات ربما سيكون في نوفمبر كما ذكر في آخر اجتماع له جريم فاول أنه سيكون هناك تقليص لبرنامج شراء وصول وسيبدأ في نوفمبر وتحدث أن أسعار الفائدة ربما ستكون في وقت أكبر من حيث رفع أسعار الفائدة خفض التحفيزات يعني أنك رح يكون تباطؤ في نمو النشاط الأقتصادي أيضا عن مشكلة التباطؤ الاقتصادي العالم هذا ينعكس بشكل أو ينعكس على النمو الأقتصادي الأمريكي أيضا فترات التي شهدنا في فشي موجود فيروس كورونا أو الدلتة أيضا كان هناك بالفعل خفض للإنفاق الاستهلاكي فهي من الأسباب التي ربما عزى فيها البنك بخفض توقعاته لنمو الاقتصادي الأمريكي طيب بيانات الوظائف الأمريكية كما تعلمين جاءت أضعف من التوقعات ووصفها البعض بأنها مخيبة للآمال برأيك هل سيستمر تأثير البيانات على الأسواق هذا الأسبوع نعم بيانات الوظائف الأمريكية وظائف الأمريكية الغير الزراعية التي جاءت يومها جمعة مخيبة للأمام مخيبة للتوقعات جاءت البيانات بوقع 194 ألف وظيفة كانت توقعات تشير إلى 500 ألف وظيفة وإذا ما قارنناها بشهر أخصص كانت أقل من التوقعات تقريبا كنا نتحدث عن أكثر من 336 تقريبا ألف وظيفة فلاحظنا لدينا ارتفاع في معدل مول إجور وتراجع في معدل البصالة هذه البيانات المخيبة بالرغم من أن ينظر إليها الفدرالي الأمريكي ويكون له دور في تحديد السياسة تحديد تلك البيانات لها أثر وتحديد السياسة النقدية لها طبعا تأثير كبير على تحركات الأسواق المالية شاهدنا كيف رأينا بعض التذبب على الأسواق المالية على دولار الأمريكي بعض التراجعات لكن الأسواق تتوقع أو تستبق أن يكون هناك بالفعل تقليص لبرنامج شراء الأصول فنترقب أيضا محدد الاجتماع الفدرالي الأمريكي ليعطينا أكثر إضاحات حول السياسة النقدية المستقبلية فسيكون بالفعل تأثيرات الوظائف الأمريكية الغير الزراعية خلال هذا الأسبوع ربما نشهد تذببات على الأسواق المالية ليس فقط بفعل بيانات الوظائف الأمريكية هناك عدة عوامل تتسبب بتلك التذببات وهو محضر اجتماع الفدرالي الأمريكي هناك عدد من البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر هذا الأسبوع أيضا هل سيكون هناك تقليص لبرنامج شراء الأصول سيكون هناك تحركات نعملها نشوف كيف التضقم على ارتفاع فبالتالي نعملها تأثير بالفعل بيانات الوظائف الأمريكية على تحركات الدولار الأمريكي وأيضا على تحركات السلع ومنها الذهب طيب هل هذا يعني بأن تقرير الوظائف السلبي سيحفز الاحتياط الفدرالي إلى خفض مشترياته من الأصول في العام الجاري؟ هي بالعادة يعني طبعا ينظر لتلك البيانات وبيانات الوظائف الأمريكية الغير زراعية لكن الأسواق الاقتصاديين يتوقعون أن يكون هناك بالفعل تخفيض رغم البيانات الوظائف الأمريكية حان الوقت لتخفيض برنامج شراء الأصول لأننا عم نشوف كيف التضخم مرتفع ضغوط التضخمية بشكل كبير وهذا ناتج عن ارتفاع أسعار النقط وأسعار السلعة بشكل عام عم نشوف كيف التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية نعم نتحدث بحصل مؤشر أسعار مثل الكيمليك 5.14 في المئة ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة اليوروبية بريطانيا فعاجلاً أم آجلاً البنوك المركزية سوف تضطر لكبح ارتفاع التضخم أن تضطر لبداية تجديد السياسة النقدية والفدرال الأمريكي سوف يخطو هذه الخطوة وهذا ما تتوقعه الأسواق بأن يكون هناك بالفعل تقليص لبرنامج شراء الأصول البالة و120 مليار دولار شهرياً ربما سيكون في نوفمبر لذلك الأنظار كلها متجهة لمحظر اجتماعات فدرال الأمريكي يوم الأربعة فربما بالفعل هذه البيانات مهمة لكن نتيجة التضخم المرتفع ربما سيكون هناك تقليص حتى لو جاءت تلك البيانات مخيبة للآمن طيب هناك ربط بشكل أو بآخر بين الواقع الصحي والواقع الاقتصادي السؤال هنا يقول المسؤولون في الاحتياط الفدرالي يقولون بأن سوق العمل الأمريكي سوف يشهد فترات صعود وهبوط مع استمرار الوباء هل يمكن القول أن التعافي ما زال في مرحلة الخطر في الولايات المتحدة؟ التعافي الاقتصادي مستمر لكنه يتباطئ وهذا ما تضفو كما ذكرت قبل قليل أسواق الوظائف رغم أن أعداد الوظائف الجديدة أقل مما توقعتهم الأسواق وهو جاء بـ 194 ألف وظيفة لكن هذه القيمة ما زالت برأيي تشير لاستمرار نمو الوظائف لكن هناك وظائف يعني نضيف بـ 194 ألف وظيفة خصوصا مع انخفاض معدل البطالي ونهتم بهذا المؤشر المؤشر معدل البطالي ويعطينا أن هناك تراجع نحن نتحدث تراجع من 5.2% تقريبا إلى 4.8% وهذا فاقة التوقعات بتراجع معدل البطالي أيضا ننظر إلى معدل نمو الأجور في هناك أيضا بارتفاع معدل نمو الأجور هناك استمرار للتعافي الاقتصادي لكن هناك تباطئ يعني الوثيرة أبطأ إذا ما قررناه أول ما كان عليه في الربع الأول والثاني من هذا العام لكن مسيحة التعافي الاقتصادي موجودة لكن الوثيرة أبطأ عما كانت في الربعين الأول والثاني طيب مخاوف التضخم ما تزال تضغط على الأسواق العالمية هل يمكن حصر تلك المخاوف بارتفاع أسعار النفط؟ التضخم طبعا مرتفع وكما ذكرنا مؤشر أسعار المثالين في الولايات المتحدة الأمريكية يورو 5.4% في إسرائيل بفضل الترالي 3.9% منطقة اليورو بأكثر من 3% لدينا في بريطانيا التضخم أيضا مرتفع ب3% طبعا نهز هذه الارتفاعات أو الضغوط التضخمية ربما بأسعار السلع التي ارتفعت بشكل كبير وصلت إلى مستويات عالية أسعار النفط تسبب نوعا من هذه الضغوط التضخمية ولها تأثير كبير في ارتفاع التضخم فهو يعني فهو يشكل عامل مهم في ارتفاعات التضخم أيضا مثلا في مطقة اليورو معدل نمو الأجور هو أيضا من الأسباب أيضا التي تؤدي إلى التضخم حيث أيضا قالت كيستين لاغارد بأنه يجب مراقبة نمو الأجور لأنه يضل على التضخم لكن طبعا أسعار النفط لها دور أساسي في هذه الضغوط التضخمية وهناك مخاوط من ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر مما يزيد من تلك الضغوط التضخمية ويدخل الاقتصاد في حالة ربما من التعثر الاقتصادي طيب هل يمكن اعتبار ارتفاع أسعار النفط بأكبر تهديد الارتفاع التضخم بالاقتصادات التي تتعافى لتويها من جائحة فيروس كورونا نعم نعم عالم خاصة يعني في البلدان التول التي كما ذكرتها تتعافى بداية من متحور دلتا يعني هناك مخاوف الآن من ارتفاع أسعار النفط ومن زيادة الضغوط التضخمية لأن التضخم بشكل عام ليس صحي ارتفاعات التضخم بشكل كبير لفما نصل إلى مستويات أكبر من التضخم وهذا يعاقل مسيرة التعافى الاقتصادي طيب هل الدول العربية أو بصورة عام الدول النفطية مشمولة بهذه المخاوف التضخمية على اعتبار أنها تعتمد بنسبة كبيرة على النفط وبالتالي أسعار النفط كلما ترتفع يكون هذا في مصلحة الاقتصاد الداخلي لتلك الدول طبعا الدول العربية التي ترتفع على النفط طبعا أسعار النفط وارتفاعها له دور أساسي في تنويع مصادر الدخل لكن من جهة أخرى للمخاوف من التضخم أيضا يعاقل مسيرة التعافى الاقتصادية فالآن هناك بالفعل مخاوف من ارتفاع أسعار النفط ولا بد من أنه ربما محاولات لمنع استمرار أسعار النفط أو أن تستمر بهذه الارتفاعات يعني من جهة أخرى سوف تبدأ البلوك المركزية بتجديد السياسة النقدية يعني بتقليل إجراءات التحفيز على تحفيز على البلد نحن نعرف أن هناك دخط الولايات المتحدة تليونات الدولار وتخطط البلوك المركزية حول العالم أسعار فائدة أصبحت ممتدنية يعني فنتيجة التضخم المتقدة كنتيجة ارتفاع السلع ومنوا أسعار النفط هذا سوف يؤدي بالفعل لأن نبدأ بهذا التجديد لتقليص ارتفاعات التضخم فأكيد من جهة أخرى هناك فائدة لكن ارتفاع بشكل كبير ربما يشكل أو يهدد في التعافي الاقتصادي الكامل طيب العقود الآجلة للفحم في الصين قفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق كيف سيكون تأثير ذلك على أسعار النفط؟ طيب إذا كنت تسمعينني سيدة لنا نعم 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 سألتك عن العقود الآجلة للفحم في الصين قفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق كيف سيؤثر ذلك على أسعار النفط العالمي؟ نعم عندما نعلم أن أي ارتفاعات لأسعار نفهم أسعاره غاز وترتفع بشكل كبير هذا يؤثر على التوجه نحو الطلب على المنفض لهذا ما شهدنا لماذا نشهد ارتفاعات أسعار المنفض ليس بسبب طلب العالمي أو زيادة الطلب العالمي على المنفض السبب الأكبر في ذلك برأيي هو التحول من الطلب على الغاز نتيجة ارتفاع أسعار الغاز نتيجة ارتفاع أسعار الفحم مثلاً إلا تحول إلى الطلب على الغاز نحن نقبلين إلى فصل الشتاء وبالتالي نتيجة أزمة الغاز نتيجة نقص إمدادات الغاز سوف يكون هناك طلب أكبر على النفض لهذا السبب متوقعين أن يكون أيضاً استمرار وارتفاع لأسعار النفض ليس بسبب الطلب العالمي على النفض لكن المشكلة الأكبر تكمنية في نقص إمدادات الغاز وارتفاعات إسعار الغاز أو الفحم سيكون هناك توجه للتحول أو للطلب على النفض طيب أسعار النفض أيضاً تحقق المزيد من المكاسب في الربع الجاري هل ستكون الأسعار في تراجع تدريجي العام المقبل أم أنها ستستمر بالارتفاع؟ أسعار النفض بشكل عام نشوفنا كيف الخام الأمريكي الخفيف ارتفع بشكل كبير نحن عند الأعلى مستوياته في سبع سنوات نتحدث عن الأعلى مستويات أكتوفر 2014 أيضاً بلينت يتجه لمستويات فوق الثلاثة والثمانين دولار هذه الارتفاعات يعني هي توقعات بتعافي الطلب على الخام إلى جانب يعني ارتفاع بأسعار المشتقات النفطية تعثر في سلاسل التوليد هي سبب من أسباب أيضاً ارتفاعات أسعار النفض قرار أوبيك من حافظ على وطيرة الانتاج برفع الانتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً هو غير كافي بالنسبة لما طلبه الأسواق في هذه الوقت لأن هناك طلب كبير على النفض في هذه الفترة لكن هل إذا كانت أسعار النفض الحالية تعكس حقيقة الطلب العالمي لا أعتقد أنه هي تعكس حقيقة الطلب العالمي على النفض لأن الطلب العالمي المفض وما زال ما قبل جائفة الكورونا رغم التوقعات في أن يصل الطلب العالمي على النفض في العام المقبلة تحدث عن 100.8 مليون برميل يومياً نحن ما زلنا دون مستويات 100 مليون برميل يومياً فهي المشكلة أو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار النفض هو التعفل في سلاسل التوريط لأنه يدعم أسعار النفض بشكل كبير التزام أوبك بواقع 400 ألف برميل يومياً هو يدعم أسعار النفض التحول من إمدادات الغاز والتعفل في مشاكل إمدادات الغاز يعني الطلب من الغاز إلى الطلب نحو النفض ونحن أيضاً نتحدث عن المقبلين في فصل الشتاء فهناك حاجة أيضاً لوقود التزفئة فيمكن استبدال أيضاً النفض قدر من الغاز فسنشاهد الطلب على النفض في حال طبعاً أسعار النفض استمرت خاصة الخام الأمريكي فوق المستويات نحن نتحدث عنها تقريباً 75 دولار فوق القمة التي اخترقناها فربما سنرى أنه نحن مستبرين في الارتفاع وربما نصل إلى مستويات الـ 85 دولار وأيضاً فريد ربما نصل إلى مستويات الـ 90 دولار يجب أن نراقب أي مستجدات حول حول منع أو حد من ارتفاع أسعار النفض وخاصة من الدول المتجاة للنفض لمواجهة أي ارتفاع لأسعار النفض لأن أسعار النفض كما ذكرت عن سبب ارتفاعات في التضخم وهذا يعني هناك سيكون سيكون نتيجة ارتفاع التضخم وارتفاع الضغوط التضخمية لأنه يكون تعثر اقتصادي وعدم تعافي اقتصادي عالم وهذا سيؤدي إلى تغير في العادات الاستهلاكية فهذا ما ينثير المخاوف ربما تضطر تلك الدول المنتجة لأن نفض من حد من مواجهة ارتفاع الأسعار لأنه بالفعل ربما يتعثر التعافي الاقتصادي العالمي ويتسبب في عودة الانفض في الطلب جديد على النفض طيب بالنسبة لأوبك بلس كيف ستتعامل مع ارتفاع أسعار الخام المستمرة من جهة وضغوط المستهلكين من جهة اخرى طبعا بالنسبة لقرار أوبك بلس هو التنزل ب400 ألف برميل يوميا لكن لا توجد الآن أي تأكيدات لتوجه أوبك لرفع الانفاج بشكل طارق لو صح التعبير لأن الارتفاع الكبير في أسعار المنفض عم يهدد فعليا التعافي الاقتصادي وقد ذكرنا قبل ذلك في بداية الحلقة فقد وصلت أسعار مصر نحن نعلم لأعلى مستوياتها في سبع سنوات تحدث عن نفضة الخام الأمريكي الخفيف 80 دولار لا أستبعد أي إجراءات أو مفاوضات سياسية تتم بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بين الدول المنتجة الكبرى وخاصة بعد مشوف الارتفاعات عم نشوف على أسعار النفط وشهدنا خاصة سابقا مثلا من الولايات المتحدة الأمريكية كأن هناك مطالبات من الحدم الارتفاع أسعار النفط مقبل منظمة أوبك وحلفائها فربما ينفتح الملف مرة جديدة مفاوضات نشهدها بين الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا بين أوبك وحلفائها وهناك أيضا حديث مقبل عن إقاف الصادرات النفط الأمريكية هذا طبعا إقاف صادرات النفط الأمريكية هو لمواجهة ارتفاع أسعار النفط طيب الإنتاج النفطي الحالي هل هو قادر على أحداث توازن بالسوق لغاية على أقل تقدير نهاية العام الحالي؟ بالفترة حاليا نعم ربما هناك توازن إلى الآن بين العرب والطلب لا نعرف أي مستجدات اقتصادية بعد ذلك لأن رؤية أوبيك بلس أنه كانت على مستويات الإنتاج الحالية كافية من ضخ 400 ألف أو برفو الإنتاج في الواقع 400 ألف برميل يوميا لكن مع تعثر سلاسل التوريد التي نشوفها ربما إذا حلت مشكلة سلاسل التوريد فهو كافي لموازنة العرض والطلب الآن هناك بشكل عام غير كافية مع الطلب العالمي على الضوصة لكن نتيجة العوامل التي ذكرناها لكن بعد حل المشاكل سلاسل التوريد وحل فهو يعتبر قرار صائب من قبل أوبيك بلس برفع الإنتاج بقاطب 400 ألف برميل يوميا لا نعلم بعد ذلك نتيجة ارتفاعات التضخم أن يكون هناك بأتفاعات أصعاب النقطة الكبيرة أن يكون هناك تدخل بشكل طارئ من قبل أوبيك بلس طيب حركة التطعيم حول العالم الحالية هل برأيك هي قادرة على إنعاش الاقتصاد العالمي أم أنها تحتاج لحملة أوسع على الأقل لزيادة حرية التنقل بصورة أكبر طبعا يعني دائما الأفضل ترك التقييم والتطعيم وجود التطعيم للجهات المتصصة لكن لو نظرنا إلى المنحنة الوبائي للإصابات سنجد هناك انخفاض في عدد الإصابات إذا أخذنا سبعة أيام يعني سبعة أيام من ناخذة من شأن الإصابات أو عدد الإصابات هي عم تنصف التقريم بواقع 400 ألف إصابة يعني هناك انخفاضات يعني هناك انخفاض في المنحنة الوبائي فبالتالي جهود التطعيم بالفعل بما أننا نرى هذا الانخفاض بالمنحنة الوبائي فهي ستكون بالفعل فعالة وسيكون لها دور أساسي في تخفيض عدد الإصابات في فيروس كورونا بشكل كامل بما أننا نرى هذا الانخفاض في المنحنة الوبائي الناتج عن حملات التطعيم نعم السيدة نينا قنوع محللة الأسواق المالية في مجموعة إيكوتي كنت معنا من دبي عبر سكات شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا لك